هناك العديد من الظواهر المثيرة للدهشة لأنواع عديد من الحيوانات قتلت نفسها دعونا أعزائي المتابعين نتحدث اليوم عن بعض هذه الحالات وأسبابها ولكن قبل هذا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد انتحار الحيتان يعتبر من الظواهر الأكثر مأساوية والمتكررة جنوح الحيتان على الشواطئ هذا وبالرغم من أنها تمتلك نظام ملاحة يجعلها تستطيع تحديد اتجاهها في البحر أحدث هذه الظواهر في عام 2017 جنح أكثر من أربعمائة حوت على شاطئ جزيرة في نيوزيلاندا حيث وجد أنه عندما تجنح الحيتان للشواطئ لا تستطيع الأعضاء الداخلية للحوت من تحمل الضغط الناتج عن كتلة الجسم فتتعرض لجروح داخلية تؤدي لموتها فجسمها مصمم للعوم في الماء فالماء يقلل ضغط كتلة الحوت على الأعضاء الداخلية له افترض العلماء عدة أسباب قد تدفع الحيتان للانتحار كتلوث الماء أو ربما نقص موارد غذائها بما يدفعها للجنوح نحو الشاطئ لكن وحتى الآن لا يوجد تفسير علمي دقيق لمثل هذه الظاهرة تعتبر من الظواهر الغريبة حيث إن العقاب عادة عندما يبلغ سنا معين غالبا بعد أن يتجاوز الأربعين فإنه يقرر إنهاء حياته بنفسه فيقوم العقاب بالتحليق عاليا إلى أعلى القمم المرتفعة ويضم جناحيه إلى جسمه ويميل برأسه للأمام فيقوم بإلقاء نفسه دون فرد جناحيه حتى يصطدم في الأرض ويموت في الحال فصر العلماء هذا السلوك أنه ببلوغ العقاب سنا معين تضعف قدراته كحدة بصره مثلا والتي تمكنه من تحديد موقع فريسته كما يثقل ريشه وتضعف أجنحته ويصبح عاجزا عن التحليق لمسافات كبيرة كذلك يرجح العلماء انتحار العقبان لأسباب نفسية نتيجة الشعور بالعجز مع تقدم سنها وجد إن الانتحار لم يقتصر على الحيوانات الكبيرة كالحيتان والعقبان مثلا من الأمثلة الغريبة الأخرى هي العناكب فتجد أن الأم في كثير من الحالات تترك صغارها يقومون بأكلها حية ولكن هذا لا يعتبر انتحارا ففسر البعض هذا السلوك بأنها ربما تريد توفير أول وجبة غذائية لهم لتضمن بقائهم أحياء وفي قبيلة الجرذان العاري تجد بعضهم يقفون أمام الأفاعي ليمنعوهم من العبور ويموت ضحية حتى يحموا قطيعهم كما تجد بعض الحيوانات تمتنع عن الطعام أو تعد نفسها يعتقد البعض أنه في بعض الحالات قد تكون أسبابه نفسية أو ربما رغبة في التضحية من أجل الجماع وأحيانا أخرى ربما لها علاقة بالإنسان وبإهماله لعلامات التعب التي قد تظهر على الحيوان أو حبسه لحيوان ما داخل قفص فقد تجد بعض العصافير داخل الأقفاص تحاول نتفريشها رغبة منها في الحرية بهذا أعزاء المتابعين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم لذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وانتظرونا في حلقة جديدة من قناتكم Arabic Geographic دمتم في حفظ الله ورعايته